خبير الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقا الدكتور فاضل الزعبي دكتور فاضل أهلا بك معنا بداية ما أهمية هذا التقرير عندما يتحدث عن أن أكثر من 30 مليون طفل يعانون من الهزال أي سوء التغذية الحادي اليوم شكرا إليك حقيقة هذا التقرير هو ناجم عن خطة العمل الدولي لأقرتها الأمم المتحدة في 2019 بخصوص الأطفال والاهتمام بالأطفال في العالم ولماذا الأطفال؟ لأن الأطفال من الفئات المستضعفة في المجتمع إذا ما نظرنا إلى الدول ذات النزاعات التي تمر بحالة من النزاعات المسلحة وإذا نظرنا إلى الدول التي تمر بوضع اقتصادي سيء وهذا مما يؤثر أن أكثر من يتعرضوا لهذه الأثر هما الأطفال هذه من ناحية من ناحية أخرى الموضوع الساس بالنسبة للأطفال لأن قلة التغذية تؤدي إلى سوء التغذية وسوء التغذية يؤدي إلى الهزال وهذا مما يجعل هذا الهزال يشكل نوع من الإضرار الدائم بنمو الأطفال إن لم يؤدي إلى الوفاة بسبب ضعف جهاز المناعة ويصبح هنا أكثر عرض الوفاة لذلك منظمات الأمم المتحدة في ظل القراءات الواضحة لعام 23 العام الحالي بأن وضع الغذاء سوف يكون أصعب وأسعار الغذاء العالمية سوف تكون أعلى ركز على هذا النداء لمحاولة إيجاد الحلول ومساعدة الأطفال في دول العالم الخمستاش الذي ذكرته طيب دكتور كما ذكرت التقرير أشار إلى الأسباب ولحد ما إلى الحلول وما هو المطلوب لتفادي كارثة أكبر ربما الحال هنا في ناحية المطاف هو التمويل من الدول المانحة واقعية الاستجابة لهذه المطالب في ظل ما توجهه اليوم دول العالم وما يوجهه أيضا الاقتصاد العالمي تماما زي ما تفضلتي الحلول وضعت في التقرير وكلها تتركز على وجود كمويل ولكن لا بد من أن ننظر إلى الحلول الخاصة في الحالات الخاصة يعني شبكات الحماية الاجتماعية في الدول التي لا تلقى الاهتمام والرعاية هذه يجب على هذه الدول أن تضع شبكات الحماية ضمن أولوياتها ضمن استراتيجياتها ضمن ميزانياتها وتعطيها أولوية وذلك للآثار السلبية على المواطنين بشكل عام من ناحية القذعية والصحية وعلى الأطفال بشكل خاص هذا من ناحية من ناحية أخرى لغاية الآن المشكلة لدى هذه الدول هو غلاء سعر الوجبة الصحية للطفل لذلك لا بد من نوع من الرعاية والدعم والحماية لوجبة الغذائية الصحية للطفل حتى تصبح في متناول شريحة أكبر لا يجب على هذه الدول أن تبقى وتنتظر المعونات أو الاستثمار أو التمويل من الدول الاقتصادية الكبرى حتى الأمم المتحدة تقوم برامجها الأمم المتحدة هي أحد العاملين في هذا المجال في العالم هناك منظمات غير حكومية عديدة تعمل في هذا المجال هناك أيضا منظمات المجتمع المحلي في كل دولة عليها دور جميلة تتحدث عنه دكتور ولكن واقعيا هل هذا ممكن أن تتحدث عن دول مثل أفغانستان الصومال السودان اليمن هل هذا واقع في هذه الدول هو ممكن في الكثير من الدول إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك لما نجد نتحدث عن أفغانستان ونظرته من الأطفال والاهتمام الذي يتم فيه بأمور أخرى تخدم عقيدتهم أكثر من اهتمام بالأطفال يكون الثمن غاليا على أطفال الأفغانستان لكن هناك دول يعني خلينا نتحدث من الدول التي ذكرها تقرير السودان السودان فيها منظمات مجتمع مدني قوية السودان لديها أيضا علاقات مع منظمات مجتمع مدني إقليمية وليست بس دولية يعني في الخليج أو في غيرها لذلك إذا ما تحركت بإمكانها أن تساعد في موضوع توفير الوجبة الصحية اللازمة للأطفال وأيضا هناك دولة أخرى أما إذا فضلت وبقت هذه الدول الخمستاش تعتمد فقط على مصدر واحد وقناة واحدة راح تظل عرضة للتمويل الدولي وتمويل الدولي طبعا مرتبط في أشاشة الوضع الاقتصادي في العالم يعني بطلع وبنزل بناء على هذا الموضوع صحيح طيب في ظل الحلول التي وضعتها الأمم المتحدة إذا لم تكن هناك استجابة إنسانية سريعة ولم يتوفر التمويل ما السيناريو الذي نشهده هو سيناريو مأساوي احنا توقعات في عام 22 العام الماضي لوضع الغذاء بشكل كامل في عام 23 يعني أطلقوا عليه لقب عام الجوع سواء الأمين العام في تصريحه من عام المتحدة أو حتى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراع الفاو يعني فيه تخوف كبير فما بارك هذا التخوف على وضع الغذاء بشكل كامل ورح يكون أثره مضاعف على الفئات الأكثر هشاشة والأكثر عرضة ومنهم الأطفال والنساء الحوامل وغيرهم من المقيمين في المخيمات لذلك الوضع إذا ما استمر ضعف الاستجابة الدولية والتمويل الدولي رح يكون وضع مأساوي شكرا لك على المشاركة معنا الدكتور فاضل زعبي خبير الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقا كنت معنا من عمان شكرا لك شكرا لك شكرا لك